السلام عليكم أغبار هامة اليوم من وزارة التربية والتعليم بخصوص المصرفات الدراسية ورسالة التعليم لطلاب السنوية العامة قبل التفاصيل نتمنى لا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل الأغبار الحصرية ولو بتشوفوا القناة الأول مرة نقدم أهم الأغبار المتدولة على السوشيال ميديا إلى جانب مجموعة متنوعة من الفيديوهات التي ستنال أعجبكم إليكم التفاصيل أعلنت اليوم وزارة التربية والتعليم عن خدمة لسداد المصرفات الدراسية لكل من طلاب المدارس الحكومية ورسمية للغاة وسيكون ذلك على قسطين ورجاء ذلك بعد انزعاج أولياء الأمور من وزير التربية والتعليم الذي أكد أنه لا يتم استلام الكتب إلا بعد سداد المصرفات الدراسية لذلك أعلنت الوزارة اليوم أنه على ولي الأمر أن يقوم بسداد نصف المصرفات الدراسية والنصف الثاني في الفصل الدراسي الثاني والمصرفات كالتالي من رياض الأطفال حتى صف الرابع الاتدائي 305 جنيه الصف الخامس الاتدائي 205 طلاب الاعدادية من الصف الاول الى الصف الثالث الاعدادي 205 جنيه طلاب المرحلة الثانوية من الصف الاول الى صف الثالث الثانوي 520 جنيه كما وجهت اليوم وزارة التابعة والتعليم طلاب الثانوية العامة للاعتماد على مصادر نجوة تفاعلية من خلال موقع بنك المعرفة المصري في المواد الدراسية المختلفة وأكدت لليوم مزارة التربية والتعليم على بعض الطلاب على الانتهاء من التشعب وذلك أنه بعض المدارس بالفعل انتهت مع مطالبة بعض المدارس طلابها باختيار التشعب وشددت أنه حتى نهاية الأسبوع المقبل سوف تنتهي جميع المدارس من تشعب طلاب الصف الثاني الثانوي تابعونا ولا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة ودومتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله